استفتاء إقليم كردستان العراق أصبح الشغل الشاغل لدول العالم الكبرى ولم يعد يقتصر تأثيره على العراق أو المنطقة وزير الخارجي الأمريكي ريكس تيلرسون أكد أن بلاده لا تعترف بالاستفتاء الذي أجري شمال العراق وصفا إياه بالأحادي والمفتقر للشرعية وحث تيلرسون الحكومتين المحلية في إيربيل والمركزية في بغداد حثهما على الهدوء ووضع حد للاتهامات الكلامية المتبادلة الموقف الفرنسي كان مختلفا قليلا حيث أبلغ الرئيس إيمانويل ماكرون الجانب العراقي بضرورة الائتراف بحقوق الشعب الكردي داعيا طرفي الأزمة إلى تجنب التصعيد للقضاء على تنظيم داعش وإرساء الاستقرار والحفاظ على وحدة العراق وفي كردستان التي كانت تشهد حركة سياحية كثيفة أكثر من باقي المناطق العراقية توقفت حركة الطيران الدولي بعد أن فرضت الحكومة الاتحادية حظرا جويا جاء الحظر في الوقت ذاته الذي حاولت فيه سلطات الإقليم التهدئة ودعت لاجتماع طارئ مع سلطات بغداد لحل المشكلة إلى أنها في الوقت نفسه رفضت تسليم منافذها الحدودية مع إيران وتركيا إلى السلطات الاتحادية وزارة الدفاع العراقية نفت ما تناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام عن إرسال قوات وكوادر لاستلام المنافذ الحدودية بين إقليم كردستان ودول الجوار مؤكدة أنها ملتزمة بالخطة التي وضعتها الحكومة العراقية وفق التوقيتات المحددة اشتركوا في القناة